بسكويت التركي المشهور بالزبادي هاش وبيدوب بالتم بمكونات اقتصادية كتير نحتاج لنص كوب من الزبدة الزبدة هون عندي بحرارة الغرفة وثلاثة ارباع الكوب من السكر السكر هون بودرة بنخلط كتير منيح لحتى نحصل على خليط كريمة وهلا بدنا نضيف نص كوب من الزيت النباتي ملعقة صغيرة فانيلا ممكن نستخدم السائل او البودرة على حسب المتوفر بنخلط كتير منيح وهلا بدنا نضيف ملعقتين كبار من اللبن يعني زبادي او يوغورت وبنحتاج كمان لصفار بيضة نص كوب من نشأ الزبدة وظرف بيكانك باودر ما يعادل 10 غرام بنخلط هدول المكونات ومن بعدها بنضيف 3 اكواب من الطحين بنضيفها بالتدريج ومنقلب بالملعقة بس ملعقة صغيرة يخل الابيض وما لازم نعجون كتير منقلبها تقلب بس وبهذا الشكل العجينة صارت عنها جاهزة شيكين هذ هو قوامي اللي بدنا يا عجينة نعمة ومنقطع العجينة لخمسة وثلاثين قطعة ممكن اكتر او اقل على حسب حجم البسكوتاي اللي بدنا ياها منكورها بهذا الشكل خلصنا تكوير كل الكمية وبنحتاج كمان لكوب ونص من السمسم والمحمص ناخد قطعة من العجينة ومنغمسها ببيض البيض ومن بعدها بالسمسم لحتها يكتد غلافي بشكل كتير منيح شايفين هذ هو حجمي اللي بدنا ياها ومنرتبها بسينية الفرن بالنسبة للفرن الفرن شغال على حرارة 180 درجة مئاوية تقريبا بدها 20 دقيقة وبتصير عنا جاهزة بهذا اللون وبهذا الشكل النار شغال من فوق ومن تحت وصفة كتير زهلة وما بدها لوقت ولا مجهود ولازيزة بنفس الوقت بتمنى تجربوها هالشي وبتدوب بالتم